النهاردة الاثنين هو تالت أيام انطلاق العام الدراسي الجديد بندعم الأول يوم أن يا رب بإذن الله تعالى يكون عام دراسي موفق عام دراسي آمن كنا نقوم بندعم موفق يا رب الولاد ينجحوا ولكن دلوقتي كمان أنه هو يكون آمن أن الولاد والمدرسين وجميع الأطقم الإدارية في المدارس كلها وطبعا الجامعات والمعاهد يا رب يعدوا السنة دي على خير ويحفظهم جميعا من كل سوء خلانا نتكلم بصراحة أن خلال الثلاثة أيام اللي فاتت دي ما شفناش شيء وما انتشرش شيء وخصوصا على السوشال ميديا فيه انزعاج أو فيه خوف أو فيه فزع بسبب كورونا لأن العام الدراسي الحالي زي الترمي التاني السنة اللي فاتت هي حاجات استثنائية العالم كله مش احنا بس ما كانش مستعد لها ولا كان متخيلها في يوم من الأيام حدش أبدا كان يتخيل أن فيه وزير تربيع التعليم أو وزير التعليم أو مسؤول عن التعليم في أي دولة يشتغل بطلط رواح يشتغل بدور طلط وزراء أنه هو وزير تعليم يعني يبص على المدارس والمناهج أنه هو وزير الصحة لأن الولاد والمدرسين والأطقم الإدارية مسؤولين منه وحياتهم وسلامتهم وصحتهم مسؤولة منه فلازم يشغل زي ما حركوا شايفيني الكواشف الحرارية وإجراءات احترازية وبوابط تعقيم وكمامات فده عبء تاني على الوزير وعلى الوزارة ككل الجميع اللي شغالين فيها فأدي جنب التعليم وجنب التربية وجنب المناهج يعني دور تاني الدور التالت أنه كمان يكون مسؤول عن قنوات تعليمية وأنه يكون ليه دور في إطلاق قنوات تعليمية وأن الوزارات تكون لها دور في إطلاق منصات إلكترونية عشان يتحط عليها المناهج بسبب أن المدارس شغالة بنص طاقتها نتيجة للنظام الهاجين يومين تلاتة مدارس والباقي يبقى أونلاين ودي قناوات التعليمية قدام حضراتكم ودي قناة مدرستنا اللي تم إطلاقها اليوم ووزارة تربية والتعليم أطلقتها حاجة محترمة صورة جميلة استوديو جميل جدا شيء جدا معلم مقنع في مادته وانتقاء على أفضل المعايير الأدوات المساعدة ودي تردد مدرستنا بالمناسبة قدام حضراتكم مدرستنا دي بيعرض عليها الدروس من الصف الرابع الابتدائي وحتى التالت الإعداد شايفين حضراتكم الأداء حاجة راقية وزي سمارت بورد كده ولا بتاع حاجة لطيفة والمدرس واقف بيشرح إنجليزي حاجة الحقيقة راقية وحاجة جميلة جدا خدمة الدولة بتقدمها ووزارة تربية والتعليم بتقدمها لنا كأولياء أمور وطبعا لولادنا شيء راقي دي القناة اللي أطلقتها وزارة تربية والتعليم اللي هي بكل تأكيد هي نقلة كبيرة جدا فبالتالي والله مش مجاملة والله ولا شيء ولا أبغي من هذا الكلام حاجة ولكن إحنا لازم بس ندي الناس حقها ونقدر الظرف اللي دنيا كلها فيه أي مسؤول عن التربية والتعليم بيلعب دور وزير تربية والتعليم بيلعب دور وزير صحة في المدارس اللي هو مسؤول عنها وبيلعب دور إعلام فالله يكون في عون اللي شايل المسؤولية في التربية والتعليم في أي مكان على وجه الكوكب